بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في بارت 6.2 surfaceability limit states والمقصود بالكلام دوت ان الوظيفة بتاعت المنشأ حصل فيها خلل لكن الكلابس عندي لم يحدث more often tolerated than ultimate limit state ليه؟ لان ما بيحصلش فيها loss of life يعني حدودها مقبولة tolerated ليه؟ عشان loss of life هنا في الحالة ديت not expected ممكن يحصل عندي في الحالة ديت excessive crack width بيؤدي leakage, corrosion of reinforcement ده بيسبب تدهور تدريجي في المنشأ اللي عندي برضو بنقول ان هنا مقبولة ليه؟ علشان less dangerous of loss of life بس ده ممكن يحصل نتيجة excessive reflections excessive deflections ممكن تؤدي الى cracks الكراكس ممكن تؤدي الى انهيار ولكن الانهيار اللي عندي بيبقى تدريجي وده ممكن يحصل في حالة لما يبقى عندي مجموعة من الماكينات بتسبب vibrations الزياد تؤدي الى cracks الكراكس تؤدي الى عملية الانهيار برضو ما زلنا بنقول ان عملية السيرفيسابيليت ان الكلام دوت بيحصل نتيجة excessive deflections نتيجة normal surface نتيجة مجموعة من الاسباب الاسباب ديت بتأثر على non-structural elements او نتيجة changes in force distribution توزيع القوة الى الممبر اللى عندك بيتغير او يحصل كل لابس في الروف اللى هو اخر الروف عندك طب امتى برضو ال deflection دية تحصل نتيجة اللي ممكن تحصل في البرجز او تغيير في نمط الأحمال عندك